متكملين لسه مع البرتكلز والنهاردة هنعرف ازاي نكتب كلمة بالبرتكلز زي ما انت شايفين فيلا بينا نبدأ بتدور على مازيكا و ساوند افكت تستخدمها و انشغال في المونتاج خلينا اعرفك على موخة موشن المنت اللي من خلالك تقدر انك تحمل تيمبلت ل افتال افكتس ادوبي بريمير ديفينشي ريزولف ابل موشن فاينال كات و كمان بتحمل مازيكا و ساوند افكتس و صور و ستوك فيديو و بيوفى لك ملايين العناصر اللي بتقدر تحملها من خلال اشتراك سنوي 198 دولار يعني في شهر تقريبا 16 دولار مع ترخيص استخدام كل عنصر فيها هتلاقوا كل الروابط تحت في الديسكريبشن يلا بينا نرجع الفيديو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم يلا بينا نروح على افتال افكتس و نشوف هنعمل التطبيق ده ازاي في البداية بروح على نيو كوموزيشن و بعمل كوموزيشن جديد بعد كده بروح بختار اداة الطايب تول و ببدأ ان انا اكتب بقى اي حاجة انت عايزها اكتب مثلا مصطفى و اختار اي فونتي هيجبك و بخليه من الالاين بخليه في نص الكموزيشن بالضبط به الشكل ده بعد كده بحول بقى الطايب ده لبري كومبوز بروح على اللير و بختار بري كومبوز او كليك يمين و بختار بري كومبوز وبعد كده بتسميه باي اسم انت عايزه علشان يكون كومبوزيشن طب ليه انا بعمل كده علشان اخلي ده زي تيمبلت بعد كده اقدر ان انا بعد ما خلص الافكت و كل حاجة دابل كليك عليه بغير بس التكست اللي هنا فبيبدأ ان هو يتغير معي جميل جميل بعد كده هاخد كوبي تاني من الكمبوزيشن ده واحد باشتغل عليه افكت البارتكالز اللي هو هنروح دلوقتي على افكتس و بروح على سيموليشن وبختار سي سي بارتكال وبنزلها على الافكت بتاعي طبعا لما ببدأ ان انا احرك بلاقيها بالشكل ده اول حاجة هعملها هبدأ ان انا اروح على البريديوسر وبغير البوزيشن بختار زيرو علشان يبدأ لي من اول الكمبوزيشن عندي بتأكد ان انا محرك البلاي هيد هنا في الاول وبعمل كي فريم للبوزيشن بعد كده مثلا بتحرك بالشكل ده لحد هنا كويس بعد كده بروح هنا بعمل 1920 اللي هي مساحة الكمبوزيشن عندي 1920 في 1080 فدلوقتي هابدأ ان انا احرك البارتكالز زي ما انتم شايفين على مصار واحد اللي هو البوزيشن جميل جميل ببدأ بقى كمان ان انا اغير في حجم الاكس وحجم الواي اكس هبدأ ان انا اقلله كده والواي عايزها ولا يكون مثلا بالشكل ده يبقى لما هبدأ احرك هيبقى بالمنظر ده جميل اوي لحد كده ببدأ بقى في البريديوس وبروح على البيزيك هنا بختار الانيميشن بتاعي هاختار الفاير علشان يديني الشكل ده انا عايز احس بالتطاير بتاع البارتكالز بتاعتي فحيكون بالشكل ده وببدأ ان انا اختار بقى النوع بتاع البارتكالز اي شكل انت عايزه عايز ده عايز ده عاوز كيوب اي شكل انت عايزه اختاره وليكن مثلا انا هاختار الكيوب طبعا زي ما اتفقنا قبل كده بقدر ان انا اروح على البرس ريت وابدأ ان انا اقلل الكمية بتاعة البارتكالز في هنا بقى النقطة المهمة الا وهي انا عايز البارتكالز دي تختفي اول ما تيجي برا الكلمة بتاعتي يعني تظهر بس اول ما بدخل الكلمة هنا في خيار البارتكال في خيار اسمه سورس الفا كل انا هعمله ان انا هعلم عليه بس دلوقتي اول ما حاجي حرك شايفين الانجل بوينت دي اول ما هتبدأ تخش على الكلمة عندي هتبدأ ان هي تباين البارتكال اول ما تخرج منها هتبدأ تختفي البارتكال وهي دي التركية اللي على اساسها بتعمل التكنيك ده من الفيديوهات بابدأ ان انا ارجع تاني للبارتكال علشان ازودها بالشكل ده واروح للنجيفتي وابدأ برضو ان انا اخليها بالشكل ده جميل وتقدر انك تروح في البارتكال على البرس سايز ممكن انك تكبرها ممكن انك تقللها على حسب ما تحب وهنا الديس سايز انت عايز الديس سايز يبقى حجمه وامل ازاي ممكن احنا نكبرها في البرس سايز بحيث تكون بالشكل ده جميل وبروح على الاوبستي هنا او الماكسي اوبستي بابدأ ان انا اعلي الاوبستي او الشفافية انا مش عايز شفافية انا عايزها تكون واضحة هنا بقدر ان انا اغير الكالر بتاعي ممكن اخليه باللون الابيض بالشكل ده وهنا مثلا اختار لون اورنج بالشكل ده جميل حلو قوي هنروح بقى على الجرافتي بابدأ ان انا بقى اشوف الجرافتي بتاعتي انا عايزها ازاي ممكن ان انا اخليها نظام كتلة بالشكل ده يعني علشان تبدأ ان هي تتحرج معايا بالشكل اللي انت شايفينه ده او انك تبدأ انك تعلي بقى في الجرافتي لفوق بشكل اكتر يعني الموضوع زوقي قوي وممكن انك تلعب كمان في الـ تبدأ انك تلف الـ نفسها فاختاروا اللي يعجبكو حلو قوي لحد كده كده احنا خلصنا خلاص الـ التركية بقى اللي بعد كده ان انا بروح على الـ اللي انا خدته كوبي بروح بختار الـ او اختار كروب اي حاجة بقدر ان انا اقص من خلالها بس اللينير وايب هو خيار هيبقى كويس هنا بروح على الـ وبكتب وايب وباخد اللينير وايب وببدأ ان انا احطه على الـ بتاعي جميل بينزل بالـ خليني اشيل الكي فريم دلوقتي وخليني اخلي ده بـ وببدأ ان انا احرك بالشكل ده بشوف بداية الـ حيبدأ من اول هنا جميل فانا من هنا هبدأ ان انا احط اول كي فريم عندي اللي هو المفروض حيبقى بـ مية في المية انا عايز الشكل من الظاهر فدلوقتي انا حطيت الكي فريم بتاعي وهبدأ ان انا احرك كده لحد اخر الكلمة هنا عند اخر الابيض وببدأ ان انا اخلي الـ بتاعي بـ زيرو فبالتالي لما هبدأ ان انا احرك بالشكل ده كده هيبدأ ان هو يظهر معي بس هيحتاج منك بقى انك تضغط حرف الـ علشان تشوف الكي فريم وتبدأ بقى انك تضبط الحركة بشكل اكتر يعني مثلا انا عايز ابعد ده كده فبيبقى بـ الشكل ده طبعا ايه هحتاج ان انا هروح هنا هبدأ ان انا مثلا هتوجب الـ زاوية زاوية بتاعت الـ الغبيبقى عندي مسلا يكون بقي الشكل ده هبدأ ان انا اعمل ف بقى بقي الشكل ده برجع لاول كي فريم اضبط بقى فيها شوية وببدأ ان انا اشوفوا بلاقيه بقى بالشكل اللي انتوا شايفين الكلمة بتبدأ ان يأتي تكتب بالparticles طبعا بقى ايه بتقدر انك ترجع تاني الparticles ممكن انك تغير الكيوب ده ممكن تعملها fade shape ممكن انك تعملها اي شكل انت عايزه بيبدأ ان هو يتغير او بيتغير معك بالشكل ده تقدر انك تغير فيه الكالر بتاعك ممكن اخليه هنا باللون الاخدر مثلا هنبعد نلجحها كيوب تاني ونخليها orange او احمر الاحمر كويس بالشكل ده تقدر بقى انك تعمل مثلا هنا new واروح على new solid واعمل solid جديدة واروح بكتب cc particle واخد particle system على solid بتاعتي هنا ببدأ ان انا اروح اعمل زي background اكبر دي كده و اكبر دي كده و اكبر دي كده و بروح على ال basic flat world و بروح اختار الكيوب برضو بس هبدأ ان انا اغير اللون برضو خليها orange اورنج بالشكل ده ممكن انا اقلل الاوبستي بتاعها شوية هنا مثلا خليها باللون بالشكل ده ممكن اقلل الاوبستي بتاعها كمان نكبر نكبر البيرس سايز نكون بالشكل ده فكده بقى اسمه عاك اللي انا عملته ده فمرهاش لازم ال solid الاخيرة فممكن تحط background عادية على فكرة او على اي حاجة فكده بتقدر انك تعمل التطبيق زي ما انتم شايفين كل سهولة مفيش فيه اي حاجة صعبة والهينا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة في الاختام سبحانك الله ومع بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبوا الي اشتركوا في القناة